وفي لبنان شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غيرات على مناطق في الجنوب طالت قرية عيدة الشعب على الحدود اللبنانية الفلسطينية وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية على الحدود كما أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنتي دوفيت ومتعت في الجبل الأعلى دون الإبلاغ عن إصابات بشرية أو أضرار أو خسائر بالممتلكات